السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام في كل مكان مرحبا بكم في قناتكم قناة الاقتصاد والفلاح قناة كل العرب فضلا لا تنسى الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم الفيديوهات القادمة ان شاء الله وما تنساش تشاهد الفيديوهات السابقة ان شاء الله تنال اعجابكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي ومشاهدي قناة الاقتصاد والفلاح في كل مكان قناة كل العرب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم صدق الله العظيم حركة اليوم باذن الله تعالى عن علاج مرض الاسهال لدى الاغنام والماعز اولا الاسهال ده بيكون له مساببات او اسباب الاسهال اسباب بكتيرية او فيروسات او طفيليات اولا هناخد علاج الاسهال لدى صغار الماعز والاغنام لان ده اكتر اكتر حاجة بتصاب صغار الماعز والاغنام اكتر حاجة بتعرضوا للاسهال اولا هنتأكد ان الاسهال نتأكد هنا فعلا الاسهال في الصغار المعز والاغنام هندي ثلاث حاجات اساسية اول حاجة هنبدأ بها وبفضلها جدا محلول معالجة الجفاف ال-ORS لتعويض نقص الاملاح والعناصر الضرورية التي فقدها الحمل نتيجة الاسهال والمحلول ده بيتكون من كلوريدو السوديوم والكلوكوس والسطرات سلاس السوديوم وكلوريدو البوتسيوم وكلها عناصر مهمة جدا عشان ما يحصلش جفاف تاني اسمه محلول معالجة الجفاف موجود في السادلاء البشري او-ORS وهنزلكم ان شاء الله صورة قدام حضراتكم بتاعته وبعد كده هندي دواء كده اعطينا المحلول معالجة الجفاف هندي دواء هندي دواء كويس جدا علشان الغازات والسموم والبكتيريا طهرها والنقيها من المجرة الغزائي هندي الكابكابت المركب ده كويس جدا هندي خمسة سنتي الصبح وبالليل ومحلول معالجة الجفاف طريق الاستعمال بتاعه والجرعة هنحط كيس واحد على كباية مية من مرتين لتلات مرات في اليوم ونسقيها للجدي او الخروف الصغير بالسيرنجة او بالببرونا كده اخدنا دواء لبحلول معالجة الجفاف واخدنا حاجة للبكتيريا والفيروسات هندي بقى كمان مضاد دحاوي للاطفال 3 سنتي مرة الصبح ومرة بليل كل 12 ساعة اي مضاد دحاوي موجود في السيدلية للاطفال ده هيكون كويس بقى كده اخدنا ثلاث انواع علاج علاج للإسهال وللبكتيريا اللي هو الكابكبت المركب والدواء المضاد الحيوي علشان لو فيه فيروسات واخدنا محلول معالجة الجفاف عشان نحميه من الإسهال وكده ان شاء الله الحمل الصغير هيبقى كويس جدا بازني لو الإسهال يروح بمشيئة الرحمن نخش بقى على الإسهال في الكبار بالنسبة للكبار اول حاجة لو فيه إسهال نوقف لو بندي علف اقدر زي البرسيم نوقف اكل البرسيم خالص ونبدأ نحط لهم دي ريس ونقلل كمية الاكل اللي احنا بنديها لهم ونحط لهم دي ريس ونفس العلاج اللي الصغار خدوه هنبدأ نديه للكبار بس هنزود الجرعة شوية هندي محلول معالجة الجفاف وهنجيب مضادة حيوي للكبار او هندي لهم بقى حقا مضادة حيوي بطري مع محلول معالجة مع العلاج الإسهال ممكن نزود الجرعة ندينهم عشرة سنتي وبكده ان شاء الله ونهتم بالتغزي ونهتم بنظافة المكان وان شاء الله الإسهال يروح منهم بإذن الله تعالى النظافة همهم جدا جدا سواء في الصيف او في الشتاء خاصة للناس اللي بتربي في البيوت مش في أماكن مفتوحة النظافة ثم النظافة وبكده ان شاء الله نكون وصلنا لهاية حلقة اليوم ان شاء الله اشوفكم بخير مع حلقة جديدة في قناة الاقتصاد والفلاح دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته